السلام عليكم ورحمة الله نكمل الكلام على الشرح العقيدة الواسطية هذه العقيدة المختصرة الواضحة في عباراتها التي نصت على قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات ورح نذكر ثلاث قواعد مهمة جدا اختصرها بعض أهل العلم تقريبا لهذه القواعد ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه الآيات في إثبات الأسماء والصفات والأفعال ثم نصوص الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب ثم نتكلم على بعض المسائل التي كان الواجب فيها البيان كان يجب ويتحتم على العالم أن يبينه لعامة الناس كمسألة الاستواء على العرش مسألة العلو مسألة خلق أفعال العباد مسألة المعية مسألة إلى آخره مما سيذكره المؤلف رحمة الله عليه هذه الثلاث قواعد ذكرها الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه ثلاث نقاط أساسية وأظن استلها من بعض المحاضرات التي تكلم فيها الشيخ محمد أمين الشلقيطي رحمة الله عليه القاعدة الأولى قاعدة التوقيف هذه ذكرها شيخ الأسامة لتيمية لكن هي مختصرة هنا قاعدة التوقيف يعني العقيدة تؤخذ من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني قاعدة التنزيه أي تنزيه الرب تبارك وتعالى من مشابهة الحوادث تنزيه الرب تبارك وتعالى من صفات النقص تنزيه الرب تبارك وتعالى من التمثيل وهذه أدلته سبقت القاعدة الثالثة قطع الطمع في محاولة إدراك حقيقة الأسماء والصفات أي نفوض الكيفية لا ندخل ونخوض فيما نهينا عن الخوض فيه فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو كيفية وحقيقة هذه الأسماء والصفات تجد هذا في الصفات الإلهية هذا الكتاب النفيس رسالة الشيخ محمد أمان الجامع رحمة الله عليه صفحة 65 ننتقل إلى هذه الرسالة العظيمة يقول وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت فينادي بماذا؟ بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه هذا الحديث إذا طبقنا القواعد الثلاث أو القواعد التي ذكرها المؤلف في أول الرسالة سيكون الإيمان بها سهل سيكون الإيمان بها لا يستعصي على القلوب خلافا لمن كانت عنده قواعد فلسفية منطقية يقول ما يجوز ما يعقل أن ينادي الله عز وجل أن في هذا تشبيه بالمخلوقات والحوادث فإن الأصوات لا تصدر إلا إذا كانت خارجة عن حنجرة وعن جارحة وإلى آخر لا القاعدة في هذا أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وأن تثبت ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة هذه السنة الصحية الثابتة لا نؤولها ولا نحرفها لا نعطلها كما أننا ننفي عن هذه النصوص عن الرب تبارك وتعالى التشبيه والتمثيل والتكيف وإنما نفوذ الكيفية ونعلم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب في مثل هذا الحديث أن تثبت أن الله عز وجل يكلم عباده وأنه يكلمه بصوت وأن هذا هو الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه مو أنا مو أنت ما هي القواعد الفلسفية ما هو المذهب الأشعري ولا المذهب الماتوريدي ولا المذهب هو مذهب القرآن والحديث ومذهب الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أعلموا الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الحديث حديث أخرى نصوص أخرى من الكتاب من السنة وكلم الله موسى تكليما كما سبق وأن ذكرنا قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان شوان بتفسر هذا الحديث شوان بتخرب هذا الحديث وتؤوله هذا الحديث أيضا متفق عليه يعني في أعلى مراتب الصحة البخاري ومسلم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء إثبات صفة العلو تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع رواه أبو داود هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو وإثبات صفة العلو قد جاءت في أحاديث ونصوص كثيرة 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 أنواعها تربع على العشرين نوع كما ذكر أبن القيم في نونيته فإذن هذا الحديث يندرج تحت أحاديث هي أثبت منه حتى لو فرضنا أن هذا الحديث لم يثبت فأن الحديث الثابتة كثيرة كثيرة جدا قال وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري ومسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء من الذي في السماء الرب تبارك وتعالى وليس في هذا الحديث أن السماء تحيط بالرب تبارك وتعالى وأنه داخل المخلوقات داخل السماء بل الرب تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده والنصوص في هذا كثيرة وإنما كان من لغة العرب إذا أرادت أن الشيء في العلو أن تقول في السماء قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال وقوله عليه السلام للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر هذه الجارية فحتى يختبر إيمانها لأن الواجب أن يعتق رقبة مؤمنة لا كافرة فحتى يختبر إيمانها سألها سؤاله الأول أين الله فقالت في السماء الثاني من أنا قالت أنت رسوله فلو قالت في الأول مثلا في كل مكان الله هل يا ترى سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها لا طبعا لأنه لا بد أن يتحتم هذا السؤال إن كانت تؤمن برب مستوى على عرشه في السماء فوق مخلوقاته بائن من خلقه جل في علاه فحتى تثبت ذلك هذه صفة الإيمان قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وسيفرد المؤلف رحمة الله عليه بابا في بيان معنى المعية قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السب ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواء منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم إذن فيه عدد من الصفات التي ينبقي أن تثبتها منها إثبات العلول لله عز وجل وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ما في شيء فوق الله عز وجل لا السماء ولا السماء المخلوقة ولا غيرها وإنما إذا قلنا أأمنتم من في السماء كما قال الله عز وجل في كتابه أي إثبات العلول لله عز وجل فوق مخلوقاته أنت الظاهر فليس فوقك شيء قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه فيه إثبات رؤية المؤمنين لربه إلى أمثال هذه الأحاديث يقول شيخ الإسام نتيمي رحمة الله عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله عن ربه بما يخبر به وإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه هذه قاعدة فنؤمن بهذه الحديث الصحيحة الثابتة كما آمن بكلام الله عز وجل في القرآن لا نفرق من حيث الاحتجاج بين القرآن والحديث قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل إذن القاعدة هي القاعدة تلك سواء بسواء لا نفرق بين هذا وهذا وبهذا نختم النصوص الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في هذه الرسالة المختصرة مما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله بقي أن يقال هناك كتب أخرى مطولة قد ذكرت بتفصيل آخر وأكثر فهذا له محله لكن المؤلف أراد أن يبين بهذا الاختصار طريقة أهل السنة في الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته فإذا أراد المسلم أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى فليدمن وليكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر وتفهم وليكثر من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته الأحاديث الصحيحة الثابتة للأحاديث الضعيفة التي يدين بها هؤلاء الخرافيون وأصحاب القواعد الفلسفية المنطقية الجديدة لا كن من أصحاب الحديث كما آمنت بكتاب الله تبارك وتعالى على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل فكذلك يجب عليك أن تؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد السلام عليكم